بسم الله الرحمن الرحيم تباك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات انطباقا ما تغافي خلق الرحمن من تفاوت فارجع البشر والتغامر الفطور ثم ارجع البشر كوتي ليقلب إليك البشر خاسئا وهو حسين ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشاطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا أرقوا فيها سمعوا لها شيطا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما أرقى فيها فوجود سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من الشيء إن أعطوا إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنب فسفطا لأصحاب السعير إن الذين يخشى ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجن كبير وأصروا قولكم أم اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم في السماء أن يفسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذين ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيم أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات ويقبير ما ينسقون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجعل لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في الغرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لنجو في عقو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سبيا على شعق مستقيم قل هو الذي أرشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأخذة قليلا لما تشكرون قل هو الذي ورأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون مثى هذا البعض إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما ألذي مبين فلما رأوز الفتنصي أترجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تتدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجين الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين